فرحة عم نحاول نرسمها دائماً بالرغم من كل شي والصبية والشاب بيسعوا دائماً ليكونوا بمظهر جذاب وأنيق ويراع الموضة فشو هي أبرز التصميمات الدرجة هالأيام وشو ممكن يلبسوا بسهرة راس السنة إن كانت على نطاق ضيق أو حتى بالعيلة وبالبيت بس رح يساعدنا روجي استشاري مظهر وخبير موضة بهالتفاصيل صباح خير صباح نور ورد كيفت صباح الخير روجي كيفت صباح نور أنا أريد عليكم نعيد كمان كل المشاهدين والعالم كمان بكل العالم إن شاء الله هذه السنة التي تكون بداية الخير علينا كلها إن شاء الله يا رف سنة حلوة أكيد على الكل روجي يعني مثل مع الورد العالم أغلب اليوم بالبيت بس رغم هيك العالم بتقول أنه صهرة راس السنة تماماً مفروض نحتفل تماماً مفروض نحتفل يعني هيك الست خلي نقول أو الصبية تحب تعمل شعرات مكياج تلبس ولو هيك شي بسيط وكمان الشب أكيد نفس الشي حتى ولو قاعدين بالبيت شو مننصحون بهالصهرة الخاصة هذه السنة خلينا نقول قون الظروف كل استثنائية تماماً هلا بالنسبة لكون الظروف استثنائية فما نحن نأخذ بعين الاعتبار في حان كانت الجامعة عائلية وفي حالة مثلاً كان نحنا مثلاً أنا كخطيبة رايحة مثلاً عن بيت حماية رايحة أحتفل عندهم فالملابس المفروضة أني لبسة رايحة عن بيت حماية غير ملابس المفروضة أني لابسة مثلاً مع عائلتي شو لازم تلبس مثلاً؟ تماماً هلا الملابس بحيث ناحية البيت نروح الأكثر على الأصص السيمي فورمل والملابس اللي رايحين فيها مثلاً نحتفل فيها عند الناس كجمعات عائلية نروح على الأصص الفورمل شوي من الناحية يعني كمان نأخذ بعين الاعتبار ما نعمل أكسسرائيز زيادة للقطع ما يكون في اكتسوارات مبالغية نبدأ نستعرض شيء مثلاً نبدأ بالسيدات ونأخذ نعطي التنشن عليهم أكثر بالنسبة من مظهر الخارجي كليلة رأس السنة فأنا بحب الأصص البيضة الفاتحة الفاتحة بالنسبة كونه أطلالة مميزة عنها فينا نأخذ مثلاً كوت أبيض فينا نأخذ مثلاً معطف فرو كمان الفرو هو دائماً التريند وما هو الشيء الغريب علينا أن يكون دائماً التريند لكن هذه السنة من ناحية أن الفرو بألوان فاتحة رأيتنا الكثير من الألوان باستيل روزة شامبين وهي أطلالة مميزة ويونيك في حال قالمع به لأننا نصر في قيادة ناحية كما يبدأ لنا من دخلنا إلى المنزل من الجاكات يظهر يظهر أنه هناك كمية فرحة نعم كثيرة تحتفلين مجموعة نعم نحن معنا الكوت الطويل ومعنا الفرو بالضبط هؤلاء هؤلاء الأحتمالات الأكتر بالضبط غير ذلك، رأيتنا الكثير من البوديوم والرنايز، رأيتنا الكثير من الدرس الكثير من الدرس الأطلالات التي تأتي بحد ذاتها، يعني هي بحد ذاتها تكون ملفتة فهذا الدرس، أنا حبتها صراحة، مثل بوف شولدرز هل هم درجين هؤلاء هؤلاء كثير من الدرس؟ بالضبط، هؤلاء معنا من سبرينج سامر 2020 وهلاء مستمرين معنا إلى 2021 حلوك، الأسود أيضاً ملك الألوان بالضبط، تماماً سيدة، ما أحسنت؟ الأسود دائماً يعطي فخامة أكثر فخامة ورونق أكثر غير الأسود، الألوان كثير سهلة التنسيق كأطلالة شيك وأطلالة إليجنت لا نستطيع أن نحتار معه من ناحية الإكسسوارات من ناحية الهيلزر من نسقه معه أيضاً لدينا الفلفت المخمل المخمل طبعاً لا يختلفوا اثنين وهو من الأطلالات التي تعطينا أطلالة ملكية خصوصي الأحمر تماماً، المخمل الأحمر زيدي كحلي تحس بوراً تماماً، أنا جايبه معي أحمر بأن نعصب لهذه الأجواء أيضاً أيضاً نحن نقوم بس دقيقة مثلاً مثل هذه المخمل نحن نقولها على بيوت نحن كيف نختار الشوز المناسب؟ يعني أنا اليوم مثلاً مثل المخمل الأسود أنا أصبح شوزي كثيراً كلاسي أصبح أسود حسراً أم لا يمكنني أن يشكل حتى بالشوز؟ أنا أخذ بعين الاعتبارك أنه هنا الدرس هو بوفي شولدر و جاي فلفت فهو بحاجة ل شيء لماع من تحت لأنه المخمل هو قماش ناشف مات فبديك شيء مثلاً جلد لماع سكربينة لاتيكس لماع فبيعطيها كشوية أحلى وبيعطيها كأنسيابية بالأطلال مع الأحمر مثلاً؟ بالضبط مع الأحمر هلأ كأحمر وبلفت فأنا أحبب فأنا أحبب على فكرة هي قماشة كثيراً تصحط بالضبط تماماً هي والساتين فمع الأحمر ماذا كان يحدث؟ أحبب أيضاً نيود مثلاً أو أسود أيضاً إذا كنت مع كولون أسود يضطع يتلعحل أيضاً الأسود تشعر لنا أنه يليق مع كل شيء مثل ما قال رجاء ما قال رجاء السيدة في أسود؟ يتلعى بالضبط تشعر عليه ألوان ثانية لا تشعر أنه بعيد أيضاً ماذا في خيارك؟ مثلاً كنا نحن أمه للعريس مثلاً وجاء لعنا أيضاً من طرف الخطيبة أو هذه فأحببت كثيراً هذا الدرس إليقان وشيك مناسب للسيدات التي جاءين في عمر 50 أو 45 إليقان وشيك إليقان وشيك أيضاً 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 هناك تريند إليقان وهو دارج السلاسل الضخمة أنا جابت معي هذا السلسلة دارجة هي تكون الأطلالة حقيقة من الساعة مثلاً مفتوح الصدر شيء تعطينا مظهر كمان تريندي وعسري بس بحس هيك يعني بده شيء سادة صحيح؟ بالضبط شيء سادة هي تكون الأطلالة تمام إذا ضربت الأحمر مصر نعم هناك أيضاً تريند هو ناقشة الهونتوس هو ماذا اسمها؟ الهونتوس بالعربي سن الكلب نعم هناك أيضاً البوبيتوس سن الكلب هؤلاء هؤلاء أصغير وهو هؤلاء هذه ناقشة تعدى تعدى الأذر رائع كمان لها هاي الشتوية هلو بطير طيب بدي أسألك أنا على ناقشة دائما بشوفها رجاه هي البيادر بول أو اللي بيكونوا بيشوفوا الناس كمثل مربعات تكون بيضة وبقلبها هيك شيء اسود بالضبط دائما منشوفها بالشتة هي الساتة هيك موضة هاي السنة كل النقشات اجمالا كلها ترندي يعني 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 عم نشوف اكتر عم بيتجه بالملابس الشتوية للأسس الهيك بولد اكتر وصلنا للشباب ولا بعد لا لسا ستل مشان نلحقها يعني تماما ما نزلم الشباب كثير يلا هلا بس ادي حكي عن اخر فستان كمان احمر انا كثير حبيته حقيقة دخل جلد كأنه فيه جلد بالضبط جاي كوف شولدرز كمان كوف سليفز كمان هذا الفستان انا كثير حبيته كمان في حال كنت انتي انتي ما حط لفت نظر هالسنة جلد شتنا بكل شيء كثير كثير شتنا كثير شتنا كوف شولدرز والقطع الستيتمنت كلاياتها كانت رائزة على نوعيز سنتقل للشباب سنتقل للشباب سنتقل للشباب ماذا ممكن دائما الورد يعتردها نحن الشباب نلزلمون فمشان نعبسيون ماذا نعبسيني اليوم الشباب يعني شب مهمل أكثر من النساء خلينا نعطر ونقول اي لح مهمل لا يحتم مثل البلد لا يكون مهمل بس ما يحتم من نفس الدرجة يعني يقول انه خلاص رايحين نسهر وما بده هالقد فشو ممكن ننصح كل الشباب اوكي بالنسبة للشباب انا بحب دائما نحن نروح الاساس السمبل والسادة كلاته ما يكون فيها اكسرايزين كتير ما يكون فيها تعزيئ زيادة لانه من المنطلق انه البساطة سر الاناقة في حال حبينا نحن ناقد لون مميز ناقد مثلا كنزة كتير بسيطة بايزيك شيرت لون احمر مثلا نستقل مع تشينوز او بنتلون كتان زابطة للمناسبة كمان نحط فوقية مثلا بلايزر سودا كمان بيطلع اطلالة شيك صح والكمام الطويلة هالسنة كتير دارجة تماما الكمام الطويلة وفينا كمان نقدر نكف في الكم شوين نعملو كتر باع الكم نحط ساعة مثلا جلد او متال تعطينا كمان هيك تاتش إليجنط طيب شو رأيك بيطلالة ورد مثلا اليوم ورد ما فيني احكي ما فيني احكي لا نحكي اكيد مو عن ورد حسنا بس قصدي اذا مثلا شاب حابب يعمل هذا الميكس يعني ورد اذا بتشوفي على انستغرام هو عنده الفاشن سينس يعني وعاكشل يعني لما تشوفي دعم بتلاقي الصور تبعيته يعني من الآية وزيت كلها اطلالات مدروسة سينس انه خلال اخذنا خلال حلو انه متابع على انستغرام لاحية معلمة تمام كمان شوفي معنا خيارات شكرا روجي غير هيك بالنسبة للشباب في حال كان الشب جريء في حال بلايزر ابيض ايه في حال كان الشب جريء وفي حال في حال كان الشب عريس هكذا حسنا تماما انا جاي لك هاي الفكرة كعريس رايح انت مثلا على بيت حماك تحتفل فيون عندهم بليلة راس السنم فينا اخذ بلايزر بيضة بس اكيد مو مع قانس ابيض لانه بيطلع هيك كعرايسي تماما بلايزر البيضة انا بحبها تتنسق كمان مع بنتلون اسود مع جينز رمادي او جينز اسود كمان تعطينا هاللوك هذا السمي حتى مع الرميس او الكنزة السودة بالضبط انا اريد لابس هكذا مع كنزة السودة حطينا هون بوكت بولكا دوت النقطة الابيض والاسود او البونتييل كمان عطيتني اطلالة كمان هيك شيكو إليقين اوكي اخر اطعاء معنا اخر اطعاء كمان البلايزر هي اكتر شيء فيها رايحين مناسبات وجمعات عائلية في ليلة رأس السنة كمان الجري او الرمادي يعني هو من الاطعاء اللي كمان سهلة التنسيق بس ناخد الاعتبار انه نختار الشيء الصحيح من الرمادي صاحل سنة كتير رايحين للتدرجات الرمادي يعني ماعدنا نلبس اسود مية بالمية صارنا نلبس حتى لو الأسود داخله خط رمادي كمان رابسة كمان رانا كوعلان طريق تلباتيه بين بعض تمام ميكس اند ماتش فيه يعني اخر نصائح نعطية لكل الناس روجي اخر نصائح لكل الناس هلا كنصائح هلا نحن كلياتنا حلوين ما في حدا كامل ناقدها النقطة بعين الاعتبار دائما نحرص انه الاطلالة تبعيتنا يعني في حال بالمناسبات والأعياد ما تكون الاطلالة تبعيتنا نحن نبالغين فيها ما تكون جريئة تكون دائما حيادية إلا نقدر ناخد اطلالة جريئة إذا كانت تناسبة شخصيتنا وكاركتيرنا في حدا كان يكون مساعد معنا ويختص بحيث انه نسلنا الاطلالة وتطلع متناسبة من الـ A to Z غير هيك كل صبية تختار الاصص اللي بتناسبة بشكل جسمة في حال كانت اكتافة صغيرة مثلا تاخد كما أنا جايب معي في حال كان عندها وركة عريض مثلا تاخد اصص مو ديقة على قد الجسم يكون عريض تماما أصص كل ياتها انسيابية على قد الجسم غير هيك يعني ناخد كل شيء بعين الاعتبار في حال لابسين فسطان بيت مثلا ما نحط فوق مثلا اكسسرايزنج نعمل اكسسرايزنج طريقة بيت ضوء نحط فوق ضوعة ضوء بيطلع فهذه الاصصص ناخدها بعين الاعتبار نتبه لكل الناس يعني نتمنى سهرة رجلسنة فيها دفء وحميمية بالبيت أو حتى بيت العيلي خلينا نقول شكراً لوجودك جاهلاً جاهلاً طبعاً شكراً شكراً شكراً